لم يكن النظام السياسي يمنح فرصة لدماء جديد ان تدخل في حفلة التنفس على السلطة بين الاحزاب التقليدية والمهيمن اصلا على مؤسسات الدولة لكن احتجاجات خارف العام الفين وتسعة عشر قالت عكس ذلك بعد سقوط واحد وعشرين الف شخص بين قتيل وشريح قانون انتخاب جديد وانتخابات مبكرة ادخلت عشرات الوجوه الى قبة البرلمان تحت عنوان المستقلين وهو عنوان سيكون بيضة القبان وستعمل جميع الاطراف على استقضابه في معركتها على النفوذ والسلطة لكنه من جانب اخر وبالنجبة للعرقيين الذين قالوا كلمتهم في الانتخابات سيكون عنوانا لرفض سياق سياسي استمر نحو ثمانية عشر عاما نظام يتم توزيعه وفقا للتضاريس الطائفية ويمنح شرعية للفساد بتبريرات مختلفة اراد العرقيون الذين انتخبوا المستقلين ان يرموا الاحجار في المياه التي لا تتحرك وهي فرصة تعني كما رددوها كثيرا عليكم واجهة الكبار والتقليص نفوذهم لكن التجربة الجديدة والتي تمثل نموذجا اوليا للاحتجاجات المتصاعدة في العراق منذ 2009 ستواجه تحديات كبرى انقسام وخلفات وانشقاقات وسيكون على المستقلين الذين اراد العراقيون ان يحملوا جرح الازمة العراقية عنهم ان ينشغلوا بجراحاتهم الداخلية في الرؤية والموقف وما ينبغي فعله لجمهور تشكل غضبه على المواجهة التي ثبتها الدم المسفوح في محافظات العراق وظهرت تجليات الجمهور الغاضب يوم امس عبر ارتفاع السون النيران في ليل الناصرية عبر حرق مقر حركة امتداد بعد حضور احد اعضائها لاجتماع لاطار التنسقي لاستمالة النواب المستقلين في استئناف جلسة البرلمان وتشكيل الحكومة تبرأت الحركة التي تسمى بالتشرينية بشكل سريع من العضو وارادت احتواء الغضب لكنها حركة لا تخفي بالنسبة للناشطين ما يحدث بين المستقلين من انقسام ورؤية متشتتة في اجواء مرت بعض الاحزاب التقليدية بعملية احتضار كان يمكن استثمارها حداثة التجربة وجمهور لا يتفهم اشتراطات العمل السياسي الذي يتطلب لقاءات وربما تنازلات فضلا عن سياق العمل البرلماني كلها تبريرات يرددها المستقلون على جماهيرهم لكنها حجج رأى فيها ناشطون بان القوى الجديدة لا يمكن ان تنغمس بالعمل السياسي بحجة الواقعية السياسية فالواقعية لا تعني الرضوخ لواقعا فرضه القوي فحسب شكرا